تهيئة مصر خدت خطوات كبيرة جداً وكثيرة جداً في مجال المشروعات الخضراء في مختلف المجالات المشروعات هي جزء من استراتيجية مصر للحفاظ على البيئة في ضل أزمات التغير المناخي للعالم كله بيشهدها في الحقيقة كمان إن إحنا عندنا هدف قومي إن مصر يعني في عام 2035 بيبقى 42% من إنتاجنا من المصادر الصديقة للبيئة يمكن أهم المشاريع الخضراء اللي مصر اشتغلت عليها هي الطاقة المتجددة هي مشروعات الهيدروجين الأخضر اللي دايماً بيحملها الرئيس السيسي في جعباته في سفرياته علشان مصر ربما تحقق أهداف التنمية المستدامة اللي نريد بها الأمم المتحدة وعلشان أيضاً تعالج التأثيرات المرتبطة بتغيرات المناخ خلينا نعرف إزاي حققت مصر تفرى في هذا المجال مجال مشروعات الخضراء والطاقة النظيفة بصحبتنا الدكتور سامح نعمان خبير الطاقة المتجددة الحديث عن كل هذه الملفات سبعاً خيراً دكتور سبعاً خيراً أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك طيب أنا عايزة أعرف مصر إحنا ما بنقول النهاردة مصر حققت تفرى في مجال المشروعات النظيفة عايزة أعرف إزاي يعني الطاقة النظيفة دي إزاي مصر حققت فيها تفرى يعني هل إحنا عندنا الكوادر المهمة مثلاً هل إحنا عندنا المشروعات اللي بتؤهل مصر إن هي تاخد أو تعمل تفرى في هذا المجال وإيه اللي خلينا نفكر في هذه الخطوة بالتحديد وحضرتك أول حاجة هبدأ بيها لازم أفرق بين الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة بالضبط الطاقة المتجددة هي كل ما يعتمد على العوامل الطبيعية زي الرياح مية والشمس دي المتجددة النظيفة كل طاقة تنتب نسبة عدم أو نسبة كربون صفر لا ما فيه صفر خير الهايدروجي أوليل جداً يبقى هذه نظيفة ولما جاء صنفهم لو قلت الكربون مش نظيف لأن كل كيلو واط بيديني أكتر من كيلو ساني أكسيد كربون لما بحصل على كيلو واط كهرباء من الفحم بأخذ أكتر من كيلو ساني أكسيد كربون لما بأخذ كيلو واط من الغاز بأخذ حوالي 450 جرام ساني أكسيد كربون لما بأخذ من الطاقة الشمسية سواء الألواح بأخذ حوالي 46 ده الفرق الكبير لما بأخذ من الرياح كيلو واط بأخذ قدامه 12 جرام ساني أكسيد كربون لما باخد من المية كيلو واط باخد 5 جرام سانيوكسيد كربون كل ده طاقة متجددة إنما طاقة نظيفة لو خدت من الطاقة النووية كيلو واط باخد قدامه 14 جرام سانيوكسيد كربون إذا بديه طاقة خضراء يعني دي اللي هي بتديني أو طاقة نظيفة طاقة نظيفة يعني بتديني نسبة سانيوكسيد كربون لو قرنت الطاقة النووية مع طاقة الغاز اللي باخدها من الغاز فدي تبقى إيه دي النظيفة مصر من 2014 بدأت على التوازي مع جميع أنواع الطاقة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة حصلنا في 2020 أننا نبقى مركز أول على الشرق الأوسط في الطاقة الشمسية وفي طاقة الرياح وفي طاقة المياه طاقة المياه اللي هو المحطة هي السد العالي تعتبر طاقة متجددة إنما الطاقة المياه اللي هي تعتبر الأولى الشرق الأوسط اللي هي الكهرومائية يعني؟ الأولى شرق أوسط والربع عالمياً اللي موجودة في جبل عتاءة اللي احنا بنرفع بيها بنرفع المياه المحلاة لأراضي الزراعية بعد ما بحصلاتها حلية بتروح في جبل عتاءة بنرفعها بالطاقة الشمسية فوق الجبل وبعدين بيبقى عندنا هناك في حوض صناعي بتنزل المياه في 8 مجرات تديني طاقة حوالي 2-14 جيجاات طب عايزين نتكلم عن الرحلة اللي حالك قلتها إحنا كان عندنا أزمة كبيرة جدا في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية قبل 2013 وشفنا الانقطاعات المتكررة في الكهرباء في مصر في ذلك الوقت النهاردة عندنا مصادر كتيرة لإنتاج الطاقة يعني كانش عندنا غير محطات الكهرباء اللي بتولد بالسولار وشوية السد العالي لهاي الطاقة الكهرومية والنهاردة عندنا نوعنا سلة إنتاجنا من الطاقة كلمنا عن هذا التنويع استراتيجية الدولة المصرية إيه في تنويع سلة منتجتنا قبل 2013 المشكلة الكبيرة كان عندنا ما يقرب من 6 جيجا نتيجة نقص الغاز والسولار اللي بيتغذى بين المحطات وما كانش فيه غاز ومحطات ما بتشغلش فما كانش فيه صيانة فأول 2014 بدأت توفر الغاز توفر السولار وبدأت الصيانة تتعمل دي كانت الخطة العجلة فبدأت المحطات اللي كانت وقفة عن الإنتاج بدأت تشتغل على التوازي تم إنشاء ثلاث محطات طاقة كهربائية اللي هي في العاصمة الإدارية وفي بنسويف وفي البرولوس وده كانت طاقة الإنتاجية بتاعتهم 14.4 من 10 جيجا واط فدي حاجة كبيرة جدا وبعدين كانت بقى حدث تكنولوجيا موجودة على مستوى العالم في الطاقة التقليدية فأصبح عندنا اكتفاء من الطاقة وفائد نتيجة الثلاث محطات توازي حدثتك عاملنا محطة الطاقة بنبان شمسية وده يت 1.4 يعني 1.5 من 10 جيجا دي 1 عندنا الطاقة الرياح 1.7 جيجا موجودة في راس غارب وجبل الزيت وعندنا الـ 2.4 من 10 بتاع جبل عتاقة ولذلك من 2014 لـ 2020 وصلنا من الطاقة المتجددة لـ 20% وده كانت النسبة للمقررة أصبح عندنا من الطاقة التقليدية فائد الإجمالي مع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وصلنا دلوقتي حاليا عندنا 60 جيجا فإحنا بنستهلك ما يقرب في الزروة من حوالي 33 جيجا في الزروة عندنا فأصبح عندنا فاق كبير والفاق ده إحنا عندنا 6 محاور دلوقتي هيتوزع الطاقة على تصدير بتاع مصر طيب إحنا كمان عندنا ما يسمح من الكميات التي تسمح لنا يعني أننا نصدر الطاقة المتجددة ويمكن زي من الحاجات المهمة اللي مصر بتهتم بها أنه أول حاجة جذب المستثمرين للمشروعات زي ما حريك قلت إحنا عندنا كذا مشروع مصر اهتمت به لإنتاج الطاقة المتجددة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية وعندنا كمان ما يسمح لتصدير كميات كبيرة من الطاقة المتجددة يمكن في بعض يعني مذاكرات التعاون ما بين دول أوروبية مختلفة لتصدير الطاقة هل إحنا فعلا وصلين للمرحلة دلوقتي؟ حضرتك إحنا عندنا أربع محاور بنصدر منهم الطاقة التقليدية ومحورين بيصدروا للطاقة المتجددة الأربع التقليدية عندنا الخط اللي بيطلع على الأردن لحد سوريا والعراق دي واحد وعندنا خط بيطلع على شمال أفريقيا بيطلع من ليبيا تونس الجزائر المغرب بيصدروا إيه الخطوط دي؟ كهرباء الكهرباء دي كانت بتصدر 500 ميجا ارتفعت لتلاتة جيجا في الاتجاهين عندنا الخط الربط بيننا وبين السعودية ده خط تقليدي مشتقة متجددة وده مزدوج الاتجاه يعني بيودي ناخده ندي في الزرو والخط اللي طالع من أسوان طالع على السودان ده الخط الرابع إنما الطاقة المتجددة في التصدير عندنا الخط البحري الكابل البحري اللي طالع من غرب دميات بمئة وعشرين بمئة كيلو وده بيطلع لقبرص واليونان وده تلاتة جيجا وده الأساس بتاعه أنه يكون طاقة متجددة تطالع على أوروبا في أوروبا بتشترط في القصة دي ده شرط رئيسي الخط التاني اللي شركة سكاتيك النيروجية عملت بيه مزاكرة تفاهم في كوب 27 في كوب 27 مزاكرة تفاهم لإنشاء خمسة جيجا وفي شهر واحد تلاتة وعشرين عملت مزاكرة تفاهم لتنفيذ خط كابل بحري يطلع لأوروبا وبدأ التنفيذ من أسبوعين المزاكرة التنفيذية الخط ده يطلع من شر بورسعيد على مرسى مطروح ومن مرسى مطروح هيطلع على إيطاليا بحري من مرسى مطروح كابل بحري لإيطاليا ومن إيطاليا إلى قلب أوروبا لتصدير الطاقة المتجددة لمصف عندنا احنا محورين بيطلعوا طاقة متجددة لأوروبا والاتنين هيبقوا ستة جيجا لماذا تشترط أوروبا دائما أن احنا نصدر لها طاقة متجددة نظيفة ما تكونش لها انبعاثات حرارية لماذا تشترط دول الاتحاد الأوروبي هذا الشرط لأن القانون في أوروبا دلوقتي كل الطاقة المفروض مع أن أوروبا وأمريكا وروسيا والصين هم سبب المشاكل يعني أنت عايز تقولي أن أوروبا ما فيهاش ولا محطة تشتغل بالسلر لا أوروبا دولة تشتغل بالفح بس هما الشرط بتاقم ماما علشان يحافظوا على المناخ فيبقى المصادر اللي جاية الجديدة كلها لازم يطبق عليها قانون المناخ أنه يكون أقل ما يمكن من إنتاج الكربون فإلا مطلوب لهم هناك دلوقتي كل المحطات اللي تشتغل بتشتغل طاقة متجددة حتى داخل أوروبا دلوقتي لكن اللي يستورده يبقى كده ويستورده داخل أوروبا دلوقتي من بعد حرب أوكرانيا وروسيا الطاقة الشرطية ويقولك أنا ما عنديش حاجة تانية يعملها يعني لازم يستخدم الفحم ده نتيجة المشكلة اللي حصلت في الغاز فتحولوا إلى فحم ولكن عملوا حاجة تانية بدأوا يدفعوا فلوس للمواطنين أنه كل واحد بالأمر يركب محطات طاقة الشمسية فوق البيض بتاعته ولذلك هما من آخر 21 لحد النهاردة نسبة الطاقة الشمسية اللي موجودة في أوروبا بالكامل زادت بالزبط كده 50% يعني لو كان عندهم بيطلعوا 70 جيجا فزادوا على يوم 35 جيجا وهتزيد وهتوصل ل 86 جيجا في آخر 23 لأن هما بيسعوا أو مع نسبة الشمس عندهم ضعيفة وغالبا بتبقى في الصيف ولكن الحكومة هي اللي بتدفع تمنى المحطات الطاقة الشمسية اللي فوق البيوت لسبب كبير لأنها لما بتحط محطة الطاقة الشمسية بتوفر الغاز اللي بتستخدمه في الكهرباء وفي نفس الوقت بتوفر الدعم اللي بتديه للشعب أو للمواطن بتدرب عصفرين بحضر بإذا بتدرب عصفرين بحضر لأن إحنا لو حضرتك بصينا أن توفير الغاز بالنسبة لهم رأس مال كبير جدا يعني لو نبص على في زروة الحرب بتاعة أوكرانيا وروسيا كان سعر الوحدة الحرارية اللي هي بتطلع المتوسط 150 كيلو في مصر إحنا كنا بنديها لمحطة الكهرباء بتلاتة دولار في أوروبا كانت وصلت 84 دراء دولار للوحدة الحرارية فهناك فرق كبير جدا في سعر الغاز وهم بيعملوا كده بيقللوا استخدامهم للغاز إذن بيقللوا أن هم يستوردوا الغاز من بره وبيبقى عملية استخدام ذاتي بالنسبة له إنما استخداموا محطات الفحم وعملوا مشاكل دي عملوها فعلا وبس دلوقتي بيقللوا منها نتيجة انتشار الطاقة الشمسية موجودة عندهم دكتورة يا إيه هي استراتيجية تغير المنخلة عام 2050؟ إن يكون نسبة استخدامة للهيدروجين الأخضر أكبر نسبة من أي إنتاج طاقة تانية أدي واحد نمر اتنين استخدامي للطاقة يعني أول حاجة استخدمها الهيدروجين أخضر تاني حاجة استخدمها الطاقة المتجددة يبقى لو أنا استخدمت الاتنين دول يبقى الانبعثات بتاعتي أقل ما يمكن لأننا ما بيستخدم الهيدروجين أخضر العادم بتاعه زيره ما معنى الاخضر؟ يعني نحن عارفين أنه فيه ألوان للهيدروجين فيه أزرق فيه أخضر فيه لون دي جدا الهيدروجين كله هيدروجين ولكن اللون أو اللون بتاعه بينتب من إيه؟ نتيجة أنا بأخذ عنصر الهيدروجين دا من المركب بتاعه إزاي؟ لأن لما بغضوا منه بغضوا مثلا لما بغضوا الأخضر بغضوا بتحليل المياه فباستخدم فيه الكهرباء اللي هي الطاقة المتجددة أو الكهرباء العادية فالطاقة اللي بتاخدها بتخلي زرة الهيدروجين الطاقة بتاعتها بتاخد طاقة نسبة معينة بتطلع الطاقة بتاعتها على مضار بيلفة حولينا الايه الهيدروجين ده بيديني طيف معي الطيف ده بيبقى لونه أخضر لما بقى جي أخذه أزرق بأخذه من الغاز الغاز بمرر بقى بيعمل شوات معاملات كيموية وبتحدي على بخار المية فبيديني هيدروجين لونه رمادي الرمادي ده مليان سانيوكسيد كربون وإحنا بنقول ليه الأخضر علشان سانيوكسيد الكربون ده أشيله بيبقى عندي هيدروجين أزرق بيشيل سانيوكسيد كربون يبقى أنا حطيت في الجو هنا ايه سانيوكسيد كربون هو ده اللي مش مطلوب علشان كده احنا بنقول دايما الهيدروجين الأخضر الهيدروجين الأخضر لا يصطحب معاه أي سانيوكسيد الكربون بيجي من تحليل المية فقط بالكهرباء فعشان كده الهيدروجين الأخضر ويركز عليه لا يصطحب معاه أي نسبة سانيوكسيد كربون اللي احنا بنسعى أن احنا نقللها من الجو الهيدروجين الأخضر لما باستخدمه كطاقة أولاً أي نوع من الهيدروجين الطاقة بتاعته 2.8 من 10 زي أي طاقة تاني ولكن العدم بتاعه ما يمقطره تستخدم للشرب تستخدم لأي استخدام أدمي فبالتالي العدم بتاعه بيعتبر زيرو كربون لما ببص للمناخ للجوه ده لا يؤثر بالعكس ده صديق للبيئة 200% مش 100% إنما لو نستخدم الهيدروجين الأزرق الأزرق بيطلع معه سانيوكسيد كربون نمام؟ مفهوم نسبة عالية اللي بتطلع من الهيدروجين الأزرق نسبة عالية من الكربون نسبة عالية جداً ولذلك لما باجي تخلص منها بتخلص منها بطرقتين يما بخبيها تحت الأرض ودي بتسبب زلازل ومشاكل يما بحطها في المحيط ودي بتسبب في الميا وفي الميا بتسبب سون عميل ها بتسبب كلام زي كده فدي بتبقى مشكلة ولذلك كل العالم بيجري على الهيدروجين الأخضر الأخضر هو الأأمن يعني هو الأأمن ومصر مصنفة دولياً صحيح من وكالة الطاقة الدولية إن محور قناة السويس من المحاور الرئيسية العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر إنتاج وتصدير لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ودي لها أسباب كبير جداً يعني السبب بين رئيسين صحيح المية اللي عندنا 1300 كيلو متر اللي هو السواحل وعندنا محطات الطاقة المتجددة والخبرات اللي موجودة عندنا اللي هي وصلنا بها 20% في 20 عشر طيب يعني تساقل ما سؤال بسانت إذا تكون هناك استراتيجية دولية أو أممية لتغيير المناخ بحلول عام 2050 إحنا عندنا في مصر خطة لإنتاج 42% من إنتاج طاقتنا من الطاقة المتجددة هنوصلها إزاي في حلول 2035 هل إحنا ماشيين في جدوى الزمني حقيقي يقدر يوصلنا لهذا الأمر هل إحنا خطواتنا سبتة هل إحنا اعتمدنا على تنويع مصادرنا فعلا ولا ينقصنا بعض الأشياء أو هناك بعض التحديات هو المخطط إن إحنا نوصل في 2035 نتيجة المذكرات التفاهم اللي تمت وبعد كده بقت مذكرات تنفيذية في كوب 27 هنوصل في 2030 مش 2035 أعلم يعني إحنا ماشيين أسرع من الأول ليه لأن في كوب 27 إحنا عملنا مذكرات تفاهم وبدأت التنفيذ بتاعها من أكتر من شهرين إن إحنا ننتج 10 جيجا طاقة رياح دي المؤادية مذكرة مع الإمارات وتحولت لمذكرة تنفيذية ومع سكاتيك لشركة النروجية 5 جيجا وات هتتعمل في مصر في غرب أسيوت وغرب المانيا هي والعشر جيجا هتبقى 5 جيجا يبقى عندنا 15 جيجا وات من طاقة الرياح وإحنا أصلا كنا بننتج 1.8 من 10 تقريبا 1.8 من 10 جيجا من طاقة الرياح اللي احنا وصلنا بها 20-20 فحضرتك أنت بتضيف 15 جيجا قبل 20-30 على الطاقة المتجددة يبقى بدل ما هتوصل في 35-42% هتوصل لـ 30-42% ده بالإضافة أن حضرتك عندك ما يقرب من 2-4 من 10 جيجا وات طاقة شمسية مضافة وتخلص قبل 20-30 يبقى أنت حضرتك بتضيف 15-2 وكمان يعني 17 حوالي 18 جيجا إلى اللي موجود عندك فحضرتك هتوصل أكتر من 42% قبل 20-30 ولذلك الخطة بدأت تتعدل بيقول بدل ما هنبقى بـ 35-42% هنبقى في 40-60% حلوة أولا شايف إزاي مصر مهتمة لسه بمواصل الجهودها أكيد بإنتاج أو تنفيذ برنامجها النووي السلمي ده طبعا نتحقيق حتاجاتها التنموية الاقتصادية وتنويع أنواع الطاقة بزبط وتنويع أنواع الطاقة طبعا شايف إزاي اهتبام مصر بتنويع أنواع الطاقة هذه حاجة ومواصلة جهودها لتنفيذ برنامجها النووي حضرتك البرنامج النووي ده أولا بدأ من أيام زعيم جمال عبد الناصر ووقفت بسبب العدوان السلاسي والمشاكل اللي حصلت وبعدين في أيام الرئيس السادات اتحطت عليه شروط معينة رفضها اتحطت عليه شروط من أمريكا اترفضت فبالتالي ما خدش المحطة النووي إنه عمل محطة الطاقة النووي وبعد كده في أيام رئيس مبارك الحادثة بتاعة تشورنوبل خليته ما يعملش المحطة الطاقة النووية إنما لما جينا في أيام الرئيس السيسي بدأ ياخد بشروط معينة بشروط لصالح مصر كلها 100% أولا التمويل من روسيا بنسبة 85% إن المحطة بتنشأ كاملة في روسيا مش من أماكن متعددة بقى إحنا بنتعامل مع جهة واحدة إن إحنا لنا الأحقية إن إحنا نغير المصدر بتاعة الطاقة بعد الفيز الأولاني لو حصل أي خلاف إن إحنا مش هنسدي الفلوس إلا بعد ما المحطة تشتغل وتبتدي تونت الكهرباء إن هيخصل إحلال التكنولوجي داخل مصر إن المحطة على أرض مصرية ومحدش لو عليها أي تأثير إن كمان الأهم كده إنها أحدث تكنولوجي موجودة في العالم لإنتاج الطاقة نوية فما فيش بقى مشاكل لتشورنوبل ولا للمشاكل اللي حصلت قبل كده لأن لها حماية بطرق معينة هي بدأة في التنفيذ المفروض بتبدأ في أول فيز بتاعها السنة الجاية وهي بتبقى أربعة مفاعلات كل مفاعل واحد واثنين من عشرة الإجمال يبتاهم أربعة وثمانية من عشرة جيجاوات وده يعتبر تنويع من مصادر الطاقة عندنا الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية اللي إحنا حولناها تقريبا محطات وصلت لحوالي 27% بتشغل على الغاز محطات التقليدية والطاقة المتجددة وعندنا الطاقة النوية وحيضاف إليها الهيدروجين الأخضر والهيدروجين أخضر المحور بتاع قناة السويس هو أفضل محور علامي لإنتاج الهيدروجين الأخضر إذن الدولة المصرية باستراتيجيات مختلفة بتأخذ خطوات مهمة جدا فيه اتجاه تنويع مصادر الطاقة وخصوصا فيما تعلق بالطاقة المتجددة إذا كان عندنا خطة أن نوصل في 20-35% لإنتاج حوالي 40% من إنتاجنا من الطاقة النظيفة الدكتور سامح نعمان خبير الطاقة المتجددة بيؤكد أن نحن بحلول عام 2040 حنوصل لـ 60% العالم كله النهاردة بيتجه إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري لخطرته ولقلته ولارتفاع سعره يوما بعد الآخر ولت يعني شاهدات دولية بتؤكد أنه هو خلاص في طريقه نحو الإنقراض فإحنا لازم ناخد خطواته بالفعل الدولة المصرية سباقة في هذا المجال ونشكرا لك يا دكتور سامح سامح نعمان خبير الطاقة المتجددة نورتاني أفضل شكرا لك